إضافة صوت إشعارات الرسائل على حسابك الخاص SnapShot اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الأسفل نقوم بالضغط على علامة الرسائل في الأسفل ثم بعد ذلك سوف يأخذنا مباشرة إلى نافذة الرسائل هنا في هذه أرخانة حيث سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نقوم بالضغط على أي رسالة على سبيل المثال بعد ذلك نأتي إلى هنا إلى الصورة المصغرة نقوم بالضغط عليها ثم نأتي إلى هذه النافذة نأتي إلى ثلاث نقط في الأعلى نضغط عليها بعد ذلك سوف نأتي إلى هذه النافذة نأتي إلى إعدادات الضردشة وبعد ذلك نأتي إلى هنا أصوات الإشعارات نقوم بالضغط عليها بعد ذلك سوف يأخذنا إلى هذه النافذة هنا حيث يمكنك أن تقوم باختيار يعني أي أصوات تريدها للإشعارات الضردشة الخاصة بك على حسابك الخاص سنابشات وهنا نكون قد انتهينا لا تنسوا الشراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر